اشتركوا في القناة على جلالته بدوام الصحة وموفور العافية ويديم الخير والأمان على مملكة البحرين وشعبها العزيز بالمزيد من التقدم والازدهار وقد رحب حضرة صاحب الجلالة بالجميع وبادلهم التهاني بهذا الشهر الفضيل داعيا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على شعب البحرين والمقيمين على أرضها الغالية بالخير والبركات مقدرا جلالته الدور السامي لعلماء الدين الأفاضل في مد جسور التعايش وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة والاعتدال بالإضافة لدوره من نبيل في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحاء والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية والمحبة وكل ما فيه خير الجميع مضيفا رعاه الله أن مملكة البحرين تفخر بكونها نموذجا للتواصل والتسامح والعيش المشترك وتحتضن الجميع دون تمييز وستبقى بإذن الله بلدا للتعايش والمحبة بين مختلف الأديان والمذاهب والشعوب القائمة على احترام الجميع